اشتركوا في القناة فنانة مغربية تنهار بسبب تلقيها خبر وفاة الغماري تقاصمت الفنانة المغربية صباح بن صديق مشاعر الحزن والألم مع متتبعيها بموقع التواصل للشماعي انستغرام عقب تلقيها خبر وفاة الإعلام صلاح الدين الغماري وظهرت صباح بن صديق في شريط فيديو وهي تدري في الدموع واعتسر التفاصيل تلقيها خبر وفاة الإعلام المغرب في القناة الثانية دوزام صلاح الدين بسبب إصابته بسكتة قلبية وقالت الممثلة في حديثها ما قدرت تنصبر ما تنعس للكامل حسيت بذك الحرقة دي البابا من لي مات تقل بضر نيتيقو بيا أرجعت المواجع الله يرحمه ما عمرني بكت على شي واحد في حياتي ويشار إلى أن الموت خطف الإعلام المغربي صلاح الدين الغماري ليلة خميس الجمعة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة الأمر الذي خلف صدمة عند عائلته والمغاربة بأكملهم أمريكا تعزي في وفاة الغماري قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفارتها بالرباط تعزيها في وفاة الصحفي صلاح الدين الغماري عبر حساب رسمي في فيسبوك بكتابة السفير دايفيد فاشر أنا وزوجتي جينيفر تلقينا ببالغ الأسى خبر وفاة الصحفي صلاح الدين الغماري أحد ألمع الصحفي المغاربة وأضاف السفير الأمريكي بالرباط على الحساب الرسمي لصفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب نعرب عن أعمق تعازين لعائلته ولزملائي في القناة التانية ولجميع المغاربة الذين اعتمدوا على الصحفي الراحل كمصدر ممتوق للمعلومات والأخبار خاصة خلال جائحة كوفي تسعة عشر وتفاعل ألاف من رواد حساب صفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب على الفيسبوك مع تعزية السفير الأمريكي معربين عن تتمينهم لهذه المبادرة وعن حزنهم العميق في فقدان الصحفي صلاح الدين الغماري وتوفي الصحفي صلاح الدين الغماري في ساعة متأخرة من يوم الخميس الموافق للعشر من ديسمبر 2020 بمدينة ظهور المحمدية بسكتة قلبية عن عمر يناهز الخمسين سنة ويتم دفنه بجانب قبر والده الراحل بمسقط رأسه بمدينة تأمكناس بسبب وفاة صلاح الدين الغماري باسو يتخذ قرارا هاما كشف الفنان الكوميدي محمود محمد باسو عن قرار تأجيل طرح حلقته الجديدة من سلسلة الكوميديا ناطقها الرسمي عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وذلك بسبب فاجعة وفاة الإعلام المغربي صلاح الدين الغماري ونشر محمد باسو تدوينه عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع انستغرام جاء فيها سيتم تأجيل حلقة اليوم من ناطقها الرسمي تكريما لروح الزميل صلاح الدين الغماري رحمه الله وأسكن فصيح جناته ستبقى دائما حيا في قلوبنا وعاش الوسط الإعلام والفني ليلة الخميس الجمعة صدمة كبيرة عقب تلقيهم خبر وفاة الإعلام المغربي بالقناة الثانية دوزام صلاح الدين الغماري إدارة ترامب تختار الكونغرس ببيع أسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار قالت مصادر مطلعة أن إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت إختارا للكونغرس بمضيها قذما في بيع طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بدقة بقيمة مليار دولار للمغرب وأضفت مصادر أن الصفقة تشمل أربع طائرات مسيرة من طراز مكيو 9 بي سي غارديان من صنع شركة جنرال أوتوميكس المملكة للقطاع الخاص ودخائر موجهة بدقة من نوع هيلفاير وبيفواي وجي دي اي هم من صنع شركات لوكهيد مارتين وريتشيون وبيونغ بوينغ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس استئناف العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل بموازات إعلان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه شبيبة البي جي دي تكشف عن موقفها من القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية صحراء أكد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في بيان توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه متابعته لتطورات قضية صحراء المغربية والدينامية الجديدة التي تعرفها تنمويا وديبلوماسيا وخصوصا قرار الإدارة الأمريكية القادة بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على جميع أقاليمه الجنوبية وبالعزم على فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة وهي خطوة يؤكد البيان لها وزنها وأهميتها الكبيرة على الصعيد الدولي وتساهم في تأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ما اعتبرته شبيبة العدالة والتنمية تتويجا للتعبئة الوطنية وللجهود الدبلوماسية التي يقود وجلالة الملك حفظه الله والتي تنخرط فيها كافة القوة الحية في البلاد في إطار إجمع وطني يمثل صخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الوطنية أمكراز وإخواني أكدوا على أن قضية الصحراء المغربية باعتبارها قضية مصيرية وقضية إجمع وطني كلفت الشعب المغري بدماء زكية طاهرة فضلا عن المعطيات التاريخية والقانونية المحيطة بها تجعلها قضية مستقلة عن أي قضية أخرى ولا يمكن بأي حال أن تكون موضوع مساومة أو مقايضة أو ابتزاز للمغرب أو ضغط عليه وارتباطا بذلك تعتز شبيبة البيجيدي بتأكيد جلالة الملك رئيس لجنة القدس خلال اتصاله بالرئيس الفلسطيني على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية صحراء المغربية وأن عمل المغرب من أجل ترصيخ مغربيتها لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وأنه لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأنه سيظل كما كان دائما ملكا وحكومة وشعب إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين يؤكد البيان بوريطا يجري أول مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية ويكشف تفاصيل قرار المغربي حل وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا ضيفا على قناة كان العبرية في أول مقابلة صحفية يجريها مسؤول مغربي مع الإعلام الإسرائيلي عقب الإعلان رسميا عن تطبيع العلاقات بين البلدين واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية في مقابلته أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمغرب تمثل تطورا مهما تدعمه جميع مراكز القوة المهمة في المغرب ويمهد الطريق للتعاون والشراكات مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل ستشمل الرحلات الجوية المباشرة والعلاقات الدبلوماسية والتعاون في العديد من القضايا اشتركوا في القناة